بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الرابع من الدرس الثاني تعرفنا أحبائي في التمرين السابق على كيفية حل نظام خطي مكون من معادلتين في مجهولين والآن نتعرف على كيفية حل نظام خطي مكون من ثلاث معادلات في ثلاثة مجاهيل في البداية كما تعودنا أن نكتب هذا النظام الخطي في شكل مصفوفة موسعة فالمصفة الموسعة التي تعبر عن هذا النظام يمكن كتابتها بالشكل التالي هنا معاملات المعادلات 2 سالب 5 ثم الناتج وهو 17 1 سالب 2 3 9 سالب 1 3 0 سالب 4 كما تعودنا أننا في البداية نود أن نضع هذه المصفوفة في رو إشلون فورم بمعنى أن يكون أول عنصر leading one هو عبارة عن واحد وتحته أصفر فإذا أردنا أن نجعل هذه الاثنين واحد يمكن أن نقسم هذا الصف على اثنين ولكن هنا سيضع لنا قصور ونحاول أن نبعد عنها قدر الإمكان حتى لا تتعقد معنا الحسابات ما يمكن أن نبدل الصف الثاني مع الصف الأول لماذا؟ لأن أول عنصر في الصف الثاني هو واحد فتكون المصفوفة بالشكل التالي بعد إبدال الصف الأول مكان الصف الثاني واحد سالب اثنين ثلاثة تسعة اثنين سالب خمسة خمسة سبعة عشر سالب واحد ثلاثة صفر سالب أربعة ماذا نفعل كي نجعل هذه الاثنين صفرا؟ يمكن أن نضرب الصف الأول في معكوسها الجمعي في سالب اثنين ونجمع عليها فتصير صفرا كما تعلمنا من قبل إذن نضرب الصف الأول في سالب اثنين ونجمع الناتج على الصف الثاني واحد سالب اثنين ثلاثة تسعة واحد في سالب اثنين بثالب اثنين موجة بثنين بصفر سالب اثنين في سالب اثنين بأربعة سالب خمسة سالب واحد سالب اثنين في سلاسة بثالب ستة موجة بخمسة سالب واحد سالب 2 في 9 بسالب 18 موجة 17 سالب 1 أيضا والصف الثالث يكتب كما هو الآن نود أن نصفر هذا العنصر لحصن الحظ أنه عكس الصف الأول في الإشارة فإذا جمعنا الصف الأول مع الصف الثالث حولنا هذا العدد إلى صفرا R1 زائد R3 الصف الأول الثاني ليس فيهما شيء نكتب هما كما هما 1 سالب 1 صفر سالب 2 موجة بثلاثة واحد ثلاثة موجة بصفر ثلاثة 9 ناقص 4 خمسة كما تعودنا لابد أن يكون أول عنصر من اليسار في الصف الثاني واحدا يمكن أن نفعلها بطرقتين يمكن أن نضرب هذه المعادلة في سالب واحد فيتحول هذا إلى سالب واحد ولكن إذا نظرنا إلى الصف الأخير لو وجدنا أن أول عنصر B هو واحد فيمكننا إبدال الصف الثاني مكان الصف الثالث الآن نود أن يكون هذا العنصر صفرا ماذا نفعل لو جمعنا الصفين الثاني والثالث لأن العنصر الذي فوقه واحد بعكس الإشارة يكفينا الجمع إذا جمعنا الصف الثاني مع الصف الثالث صار الناتج هكذا واحد ناقص واحد بصفر ثلاثة ناقص واحد بثنين خمسة ناقص واحد بأربعة الآن نود أن يكون هذا العنصر واحدا لأنه أول عنصر في الصف leading one لابد أن يكون واحد هذا هو leading element لابد أن يكون واحد فنقسم الصف الثالث على اثنين ببعنى أن نضرب الصف الثالث في نصف فتصير المصفوفة الموسعة كما يلي الآن الحمد لله وصلنا إلى الصورة المختزلة وهي رو إشلون فورم لهذه المصفوفة الموسعة الآن نبدأ في التعويض الخلفي هذا الواحد هو معامل المتغير الثالث ألا وهو زد وهو يقابل الاثنين إذن زد تساوي اثنين نبدأ في التعويض في الصف الثاني واحد هذا هو معامل الواي زائد ثلاثة وهو معامل الزد كم كان قيمة زد في الصف الثالث اثنين ثلاثة في اثنين يساوي خمسة أي أن زائد ثلاثة معامل الزد كم حصلنا على الزد؟ يساوي تسعة أي أن اكس نوجب اثنين زائد ستة يساوي تسعة اكس تساوي تسعة ناقص تمانية أي تساوي واحد وبهذه الطريقة حصلنا على المتغيرات ولكن بشكل خلفي فحصلنا أول على الزد أنه يساوي اثنين ثم حصلنا على المتغير واي وعلمنا أنه يساوي سالب واحد وفي النهاية حصلنا على المتغير الاكس وقيمته تساوي واحد ولهذا سمي تعويضا خلفي